رأست إيرلندا مساء اليوم جلسة المفتوحة عقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بالنسبة لجلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم بخصوص مناقشة آخر الأوضاع التي تخص الوضع في داخل فلسطين والأراضي المحتلة طبعا العمل الدبلوماسي والعمل السياسي دائما مهم من أجل التنويه بمجريات ومسهدات القضية الفلسطينية برغم الصبت الدولي والتعامل بمعيارين مع استمرار سياسة الأبردايت والتمييز العنصري وجدار الفصل العنصري وسياسة الاغتهاد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا ويعقد مجلس الأمن الجلسة تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تطال الشعب الفلسطيني بالنسبة للانتهاكات المستمرة والتي أطارت المقدسات والمقبرة اليوسفية من جرف لا ننسى كذلك السياسة الاستيطان في الضفة الغربية والحصار الممنهج وهدم البيوت في سلوان وفي القدس وأزمة حي الشيخ جباح في القدس يعني هذه كلها معاناة يعانيها الشعب الفلسطيني بشكل يومي هذه التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية سينقلها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وحقيقة مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السيدة رياض منصور دائما يكون بواجبه نحو إبراز القضية الفلسطينية سواء في مجلس الأمن أو في جمعية العامة الأمم المتحدة ولكن يبقى هناك الصمت الدولي وعدم محاسبة دولة الاحتلال وعدم احترامها للقوانين الدولية ويعني نحن كشعب فلسطيني كذلك نقدم عاليا خطاب رئيس الجمهورية السيدة عبد المجيد تبون البايحة الذي أكد على ونوح وندد بالصمت الدولي وأكد على وقوف الجزائر الدائم نحو القضية الفلسطينية ويبقى الصمت الدولي مصدر قلق الفلسطينيين في ظل الغطرسة السهيونية